هذا البرنامج برعاية زين أهلا بكم إلى جلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية أنا الطيب عبد الماقيد هذه أبرز الأجندة على الطاولة لهذا المساء الاستماع النفطي الربعي يفضي إلى تجميد الإنتاج عند مستويات يناير البنوك الإيرانية تحفظ أسعار الفائد على الودائع من 20 إلى 18% 352 مليار دولار قيمة مشاريع السكك الحديدية في المنطقة أهلا بكم قال وزير البترول السعودي علي النعيم إن الاجتماع الذي جمعه إلى وزراء النفط في كل من روسيا وفنزويلا وقطر بالدوحة كان ناجحا مضيفا أن الدول الأربع اتفقت على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي كان اجتماع ناجح واتفقنا الأربع دول روسيا وفنزويلا ودولة قطر والمملكة أنه نجمد الإنتاج على مستوى يناير بشرط أن الدول الأخرى المنتجة سواء داخل الأوبك أو خارج الأوبك تتبنى نفس الموقف يكون فيه إجماع بين معظم المنتجين العالميين أوبك أو هيروك إلى ذلك قال وزير الطاقة القطر محمد بن صالح السادة إنه اتفق مع وزراء نفط السعودية وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج بلاده من النفط عند مستويات يناير شريطة مشاركة كبار المنتجين تفقت الدول الأربع قطر المملكة العربية السعودية وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير 2016 بهدف إرساء الاستقرار في أسعار النفط شرط أن تحذو الدول الأخرى المنتجة للنفط حذوها وبرأينا بإمكاننا أن نبدأ بالتواصل فورا مع المنتجين الرئيسيين داخل وخارج أوبك ومن ضمنها إيران والعراق تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وستكون مفيدة ليس فقط لمنتجي ومصدري النفط بل أيضا للاقتصاد العالمي تستطلع جنرال إلكتريك فرصا محتملة للنشاط في إيران في وقت تسعى فيه إيران إلى زيادة صادراتها من النفط الخام واستعادة حصتها في سوق النفط بعد رفع العقوبات الغربية وقد تساعد إيران جنرال إلكتريك في تغفيف أثار هبوط أسعار الطاقة الذي دفع الشركة إلى مضاعفة ميزانيتها لعام 2016 لإعادة الهيكلة قالت جاز بروم إن صادراتها عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا رتفع 43.7% على أساس سنوي بين الأول والرابع عشر من فبراير شباط وزاد الصادرات جاز بروم المتجهة إلى تركيا والاتحاد الأوروبي إلى 159.4 مليار متر مكعب العام الماضي من 147.2 مليار متر مكعب في 2014 تعتزم الشركات في منطقة الشرق الأوسط المتابعة بخططها في تأسيس شبكة قوية من السكك الحديدية للمواصلات وخدمات الشحن حيث يقام حاليا 16 مشروعا للسكك الحديدية في المنطقة بقيمة 352 مليار دولار أذلك بحسب ما جاء في تقرير للشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض السكك الحديدية في شرق الأوسط ويلعب كل من خطاعي المواصلات واللوجستية دورا هاما في النمو الاقتصادي للمنطقة الأمر الذي يعزز من نشاط الجهات الحكومية في البحث وتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة التي ستطور من النشاط الاقتصادي والذي سينتج عنه تعزيز حركة التجارة الإقليمية والأنشطة السياحية أرحب بضيفي هنا في السيديو سيد جيمي هوسي مدير مشروع مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط اسمح لي أولا أن أرحب بك معنا في هذا البرنامج ودعني أتساءل الآن في الظل هذه الظروف الاقتصادية المعقدة بعض الشيء هل تسير خطط السكك الحديدية كما هو مرسوم لها؟ إذا كنت تشير إلى انخفاض أسعار النفط مؤخرا فبالطبع لا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم تتخبط في هذه التطورات وبالطبع هي تعمل على بناء هذه الشبكات القوية ليس فقط في منطقة دول مجلس تعاون خليجي بل حتى في المناطق الأخرى دون أدنى شك أن الحكومات والقطاع الخاص يدخلون في شركات لدمان بأن شبكات المواصلات هذه يمكن فعلا إتمامها ونحن بالطبع نشهد طباطئا في تنفيذ المشاريع ولكن أنا برأيي أعتقد بأننا سوف نشهد أن الحكومات والسلطات المعنية سوف تنظر إلى المشاريع الداخلية وعلى تطوير مشاريعها الوطنية الداخلية ولكن بالطبع أن الوقت مناسب بغض النظر عن الظروف العالمية فأنه الوقت المؤات لشركات العالمية أن تبدأ بالاستمار في هذه المناطق وبالطبع أن الحكومات تحاول أن تنوع من مواردها ولتحقيق ذلك فأنهم يركزون على المشاريع غير المرتبطة بالنفط ففي نهاية المطاف بالطبع نحن نرغب تحقيق الهدف ذاته نحن هنا لكي نقدم المساعدة الفنية في مشاريع السكك الحديدية وتطويرها في كل الدول في هذه المنطقة هل هي سكك حديدية داخل الدول أم هي ربط حديدي بين دول المنطقة نعم أتحدث عن طبيعة هذه المشروعات هل هي في المقام الأول محطات للسكك الحديدية داخل الأخطار يعني كل على حدة أم أنها مشروع للربط السكك الحديدي بين دول المنطقة أولا نعم كل دولة في دول مجلس تعاون الخليجي اليوم تقوم بوضع دراسة جدوى أو تقوم بإنشاء مشروع أو مشروعين إن كان على مستوى الشحن أو على مستوى الركاب في دول المنطقة العربية المتحدة اليوم نحن لدينا مشاريع مشتركة للشحن خدمات الشحن وأيضا للركاب فمثلا لدينا سكك الحديدية للاتحاد وأيضا لدينا هيئة المواصلات والطرق العام الماضي التي كانت قد نظرت في أهم مشروع مستقبلي للركاب وهو دوباي ترام ترام دوباي وبالطبع مترو دوباي ونحن جزء من هذه المبادرة حيث أننا نحاول العمل على تعزيز هذه الشبكة إلى حين وصولنا للحدث الأكبر هو أكسبو 2020 وبالطبع نحن ننظر قدوما الآن إلى هذه المشاريع وإلى انتهاء من دراسات جدوى في الدول الأخرى ونأمل أننا سوف نتمكن فعلا من أن نعمل على إنشاء هذه السكك الحديدية على مستوى الدول كل الدول قطر دوباي وأيضا قطر لايمة أن ننسى بأنهم لديهم كأس العامل كأس العالم فبالطبع أنهم سوف يعملون على تنفيذ مشاريع من هذا النوع الهدف الأخير هو أن نرى هذه الشبكة التي تسمح للركاب باستخدام هذه الخدمات نحن نحاول أن نربط دول مجلس تعاون خليجي بشمال أفريقيا لا ينبغي أن ننسى ذلك وحتى أن نربطها بالجزائر وبمصر وبكل هذه الدول نحن حاليا في الهدف الحالي هو أن تقوم كل دولة بإنشاء السكك الحديدية الخاصة وربما الهدف المستقبلي هو أن نربطها كلها ببعضها البعض من خلال هذا المؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط إلى أي مدى لمستم حماس من حكومات هذه المنطقة بأن مشاريع السكك الحديدية هي من الأولويات تحت ظل كل الظروف كما سبب كذا كانت بأن مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في شرق الأوسط هو أكبر المؤتمرات والمعارض في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا ودون أدنى شك نحن نبرم شركات قوية جدا مع هذه الحكومات والهيئات الحكومية هيئات المواصلات والطرق والمشاغلين الذين يرغبون بالعمل سويا وبالاجتماع وبتبادل الخبرات وتبادل الأفكار حول هذه المشاريع كيف بإمكاننا بمساعدة الخبرة الدولية أن نقدم أفضل التكنولوجيات في هذه الدول تنويع محافظنا كانت تمكن فعلا من رؤية كيف بإمكاننا أن نقدم الأفضل الاقتصاد من خلال قطاع المواصلات والنقل بشكل نعم هناك فرص أكبر من ذلك أبعد من هذا المؤتمر نحن ننظر الآن في هذه الشركات العالمية التي تحاول أن تطلق مبادرات شركات صغيرة متوسطة الحجم حيث أنه لدينا المهندسين العرب الشباب الذين نحن نحاول إدخالهم في هذه المشاريع وأن نذهب أبعد فقط من تقديم الخدمات اللوجستية بل حتى ندخل إلى مجال السياحة وإلى مجال التجارة مع بعضنا البعض في هذه المنطقة السيد جيمي هوسي مدير مشروع معتمر ومعرض السيكة الحديدية في الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك لازلتم تتابعون جلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية فيها بعض الفاصل مائة وسبعة وخمسون مليار ريال العقود التي تم ترسيتها على المقاولين في السعودية في الفين وخمسة عشر التفاصيل بعد الفاصل اتفقت البنوك التجارية في إيران على خفض أسعار فائدة ودائع عام من عشرين في المائة إلى ثمانية عشر في المائة بينما ينزل سعر الفائدة على ودائع ليلة لأقل من عشر في المائة في خطبة الرحب بها البنك المركزي بعد رفع العقوبات الاقتصادية على طهران وقد يشجع خفض أسعار الفائدة المواطنين على إنفاق واستثمار مبالغ كبيرة ادخروها خلال حقبة العقوبات ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الذي يقترب حاليا من الصفرة يسعى ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثالث إلى تسليط الضوء على قطاع المقاولات المحلي والتحديات التي تواجهه مع انخفاض أسعار النفط وإنشاء هيئة المقاولين بالإضافة لمناقشة التعثر الذي يحدث في كثير من المشاريع الحكومية شاريع ضخمة يجري إنشاؤها في السعودية حاليا وهو ما يجعل قطاع المقاولات ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد النفط وتمثل شركاته 27% من إجمالي المنشاءات المسجلة في البلاد وفي ذات السياق عقد في الرياض ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثالث بهدف مناقشة التحديات التي تواجه المقاولين والمشاريع وعلى رأسها التنظيم واقع القطاع في ظل انخفاض أسعار النفط أسعار النفط في المملكة العربية السعودية الحمد لله المملكة تنعم بقوة اقتصادية قوية في نفس الوقت المشاريع القائمة الآن حكومتنا تمول هذه المشاريع القائمة وتدعمها فأما مشاريع جديدة أعتقد أنها تخف عن السنوات الماضية صحيح أننا جزءا من اقتصاديات العالم ويتأثر بتأثير اقتصاديات العالم ولكن ولله الحمد المملكة من أحسن دول العالم في تنمية مشاريعها الوطنية ولو أعدنا صياغة مشاريعنا الموجودة لدينا الآن لقمنا بتنفيذ هذه المشاريع على وجه السرعة وفي ثلاث سنوات قادمة لا نحتاج إلى جديد ويأتي الملتقى هذا العام في ظل سياسة التحول الاقتصادي والتي أعلنت عنها المملكة مؤخرا وما قد يحتاجه قطاع المقاولات المحلي والذي بلغ إجمالي عقوده خلال العام الماضي 157 مليار ريال لذا تبرز أهمية التركيز على تطوير أداء المقاولين خاصة مع الهيئة الجديدة والتي يفترض أن تساهم في تسريع إنجاز المشاريع وإبعادها عن التعثر الحاصل حاليا هناك أسباب كثيرة لتعثر مشاريع واحد منها يتعلق بالمقاولين لكن فيها أشياء أهم من موضوع المقاولين وهو تحسين بيئة العمل تحسين العقود عدالة العقود دفع المستحقات المقاولات في وقتها الآن في تطورات جديدة حدثت الآن في سوق عمل المقاولات أولها استحداث البرنامج الوطني دعم إدارة المشروعات الحكومية فهذا سيعمل تنظيم ممتاز لإدارة المشاريع الحكومية وكذلك استحداث الهيئة السعودية للمقاولين فهذه الهيئة سترتب إن شاء الله سوق المقاولات ويتكرر بين الفترة والأخرى الحديث عن ضرورة تعزيز قطاع المقاولات السعودي وتنظيمه لتفادي أي تأخير يسبب خسارة كبيرة للحكومة يحاول ملتقى الإنشاءات والمشاريع مناقشة التحديات التي تواجه 115 ألف مقاول في المملكة يقومون على تنفيذ المشاريع الإنشائية المحلية بهدف إيجاد بيئة عمل أفضل لعمل المقاولين لتجاوز التأثر في المشاريع الحكومية والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشاريع القائمة عطل الشمريسي أم بي سي عربية الرياض أشارت إحصائيات سنوية جديدة أصدرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بذبي إلى أن الإمارة استقبلت أكثر من 14 مليون و 200 ألف زائر خلال العام 2015 محاققة زيادة كبيرة جدا بنسبة 7.5% مقارنة بالعام 2014 وهي نسبة تساوي ضعف معدل نمو السياحة العالمية الذي توقعت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن يتراوح بين 3 إلى 4% خلال الفترة نفسها وبهذا يعود قطاع السياحة في دبي ليؤكد من جديد صلابة وقوة مساهمته في اختصاد الإمارة وهو يمضي قدما بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف باستضافة 20 مليون زائر سنويا بحلول العام 2020 ورحم بضيفي هنا في الأستيديو السيد عصام عبد الرحيم كاظم المدير التنفيذي في دبي للسياح سيد عصام مساء الخير وأنا شاكل لوجودك معنا وجيد ما شاء الله دبي تتألق وقت الأزمات والأرقام تشير إلى زيادة مضطردة وربما هي أعلى حتى من المعدلات التي رصدت لماذا؟ طبعا الشيء الذي دعمنا كثير في هذا الشيء هذا لو تشوف الشغل الماشي بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الشيء هذا يساندنا واحد فنحن نشتغل على ترويج دبي في من بس الأسواق التي نحن نشتغل عليها من قبل بس حتى ندور لنا أسواق جديدة التي نستطيع أن نجيب ونستقطب سواح من عندها فطبعا شغلنا مع طيران إمارات شغلنا مع فلاي دوباي وفي نفس الوقت شغلنا مع الشركات الضيران الأخرى الطيران المحلية من الدول التي نحن نستقطب منهم الزوار كيف نساعدهم كيف نساندهم وفي نفس الوقت نشتغل مع مطارات دبي عمان open skies policies حتى نشجح هذه لأنه يجيبون أكثر أكثر أعداد إلى دبي جيد الإحصاءات تقول أيضا أن الإقبال على الفنادق أو الحكز الفندقي فيها تراجع لكن الزوار في زيادة كيف كانت هذه المعادلة طبعا مثل ما ذكرت قبل أن الشغل بين القطاع الخاص والحكومي يساعدنا وايد والسبب التراجع الذي نشوفه في النسبة لأن عدد الغرف زادت عندنا في دبي لأن طبعا نحن نحاول نوصل إن شاء الله 20 مليون سائح بحلول عام 2020 وفي نفس الوقت لازم نزيد أعداد الغرف المتوفرة في دبي في المهارة فاشتغلنا مثلا مع القطاعين الخاص الحكومي إن نزل قرار حتى نشجع التمويل في قطاع الثلاثة واربع نجوم فنادق ثلاثة واربع نجوم فإن كيف شلين عنهم العشرة في المئة اللي هم رسوم البلدية عساس أن نشجعهم في التمويل في القطاع هذا وشفنا الحمد لله إن في ناس تشجعوا وقاموا 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 بشيء وصح شفنا أن النسبة نزلت بس الأعداد الغرف زادت وإعداد الزوار زادت وطبعا سكان النزل زادت وقت جيد أنت تعلم أن العالم ظرفه الاقتصادي العام معقد بعض الشيء روسيا متعثرة الصين متباطئة هل تغيرت تركيبة السياحة القادمين إلى دبي؟ صح فيه تغير التركيب بس من الأسباب هاي بس نحنا حتى قمنا نركز على أسواق جديدة بالنسبة لنا فطبعا لو شفنا زيادات أول ثلاثة من الأسواق اللي نحن نستقطبهم اللي هم من السعودية ومن الهند ومن بريطانيا نعم كلهم كسروا حاجز المليون ولو نشوف مثلا الأسواق اللي من دول مجلس التعاون تخطينا ثلاث فاصل ثلاث مليون من الأسواق هاي وفقمنا نركز على الأشياء الفعاليات والمهرجانات والجدول بشكل عام أن نركز عليه لأنه بالنسبة لهم هم التركيز على الفعاليات هاي أتهمهم أن يقدرون يقررون يوندبي بين يوم وليلة بس الأسواق الجديدة ثانية قمنا ندرس كيف نوصل لهم بطرق أن نسهل عليهم الوصول لدبي وفي نفس الوقت تشجيع الاستثمار في قطاع ثلاثة وأربع نجوم بيسهل حتى على الناس اللي قاموا يتأثرون مثلا بالأسواق نعم هذا ما وددت السؤال عنه يعني أنا أعلم حسب التقارير أن هناك اتجاه لإنشاء فناذق متوسطة وصغيرة صح يعني حدثني عن هذه الخطوة تهم الكثيرين لأن ناس ويدين قاموا يأخذون للانطباع أن دبي بس مركزة على طبقة معينة من الناس نعم صح سياحة فاخرة ترى هذا هو بس في نفس الوقت هم لا يدرون نحن مثلا لازم نشجع الناس حتى يدرسون ويشوفون أشياء الأكثر متوفرة في دبي فعندنا مثلا الناس اللي مثلا مختصين بالتراث ومختصين مثلا بأشياء اللي مثلا مم متعودين يشوفونها في دبي فقمنا نشجعهم ونروج دبي بالصورة غير المعتادة فحتى بنفس الوقت الناس اللي يجون يشوفون الأشياء هاي في دبي اتهمهم الفنادق مثلا مم بس المتوفرة على البحر بس مثلا في وسط المدينة لكن معينة عند أسواق معينة أسواق جديمة سوق الذهب أو مثلا الأسواق القديمة اللي متوفرة في دبي فأهم شيء بالنسبة لنا أن نركز حتى الأسواق هاي لأنهم نستطيع استقبل منهم ويكون سوق جديد بالنسبة لدبي نعم على مستوى المنتج السياحي في دبي هل ثمت تجديد ربما دبي دائما يعني تفاجأ العالم بأشياء أحيانا ليست في البال طبعا نحن حين شغالين مع عدة جهات من ضمنهم طبعا مشاريع ميراس اللي هو دبي باركس و رزورتس شغالين على مشروعهم اللي إن شاء الله قبل نهاية السنة راح نشوفها البوليوود ثيم بارك عندنا الليغولاند عندنا الموشن جيت أشياء مهمة بالنسبة للمنطقة بكبرها أنهم يعني كان عندهم هالحساس أن دبي هم محتاجين يشوفوا الأشياء جديد في دبي فنحن نسمع للزوار للسواح لنذير ضيوفنا ولازم نقدمهم الأشياء اللي هم يستدورون عليها في دبي غير طبعا الجدول اللي دائما يستنغير فيها ودائما ننطور فيها ودائما نجدد فيها من المعارض والمهرجانات والفعاليات اللي ما شاء في دبي جيد قياسا على كل هذا الواقع ما الذي تتوقعونه للعام 2016 طبعا ناخد خطوة خطوة عساس نحن هدفنا نوصل لها العشرين مليون صحيح فويد مهم بالنسبة لنا نحن أن نكمل نوصل مم بس الأخبار اللي هم تعودين يشوفونها من دبي بس أشياء جديدة والأشياء متنوعة ودائما ننطور في الأشياء المتوفرة في دبي عساس نستقطب عداد أكبر أكبر جيد دبي دانة الدنيا خلينا نزيد من الترويج أنا أشكرك سيد عصام عبد الرحيم كاظم المدير التنفيذي في دبي للسياحة شكرا جزيلا لك تعتزم الحكومة الإماراتية إصدار سندات من المتوقع أن تسهم في تخفيف حدة الضغط على السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي في الدولة نتيجة ارتفاع وطيرة سحب الودائع الحكومية حجم السيولة المتدن في القطاع المصرفي الإماراتي في ظل ارتفاع وطيرة سحب الودائع الحكومية استدعى حكومة الإمارات إلى إيجاد الدواء الذي سيعزز نشاطه ويعيد إليه حيويته فعكفت على المصادقة على قانون انتحادي جديد من شأنه أن يسمح لها بإصدار السندات لتخفيف حدة الضغط على أهم أركانها الاقتصادية الإمارات التي تعرضت إلى موجة نزيف في إيراداتها العامة نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط أجبرت على تسريع القانون الذي يمكنها من إصدار السندات والسكوك لتمويل إنفاقه الرأسمالي والتجاري قانون يتطلع إليه القطاع المصرفي باهتمام بالغ باعتباره أحد السبل التي توفر السيولة للقطاع وتمكنه من إعادة استثمار هذه السيولة ما يحقق له مزيد من العوائد إلى جانب تعزز قدرته الاقتمانية لمواجهة الصدمات الاقتصادية الإصدار الملياري المتوقع من قبل الحكومة الإماراتية فور إنهاء القانون قد تصل قيمته إلى ما يقارب 100 مليار درهم إماراتي ليمثل بذلك نحو 4% من قيمة الأصول المصرفية التجارية في الدولة وما يتراوح بين 26% إلى 33% من إجمال السيولة التراكمية لدى البنوك الإماراتية خبراء المال أبدوا ثقاتهم بالخطوة وتوقعوا أن تقوم البنوك بخفض حيازتها من شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي والتوجه نحو السندات الاتحادية معتبرين أن الإمارات تسعى لتعزيز قطاعها المالي الذي يعتبر ضمانها الوحيد في طريق التوجه نحو الاقتصاد اللانفطي إذن هي خطوة تبدد حالة التشاؤم التي كبحت السيولة وجعلتها تسجل مستويات متدنية قياسية في فترات ماضية فلم يتبقى أمامنا سوى انتظار صدور القدار الرسمي من مصرف الإمارات المركزي نور قاضي أمين سي أم بي سي عربية أشكروا حسن متابعتكم لجلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية دوما للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقع سي أم بي سي عربية سي أم بي سي عربية دوت كوم وصفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك انستجرام تحياتي والفرق العامل في هذا البرنامج منتج هذه الجولة علي فتوح واخريجها سلمان زين الدين في أمان الله هذا البرنامج برعاية زين